انا بس عايز اوري حضراتكم مش عايزكم تقلقوا لانه هل معنى الكلام اللي انا بقوله ده بقى اجد مبرر لللاعبين والجهاز الفني لا يا فاندم اتمنى ان اللي ياخد كلامي ها ويطلع التاري عليه يقول ان انا قلت ان ده مش مبرر لللاعبين والجهاز الفني اللي كانوا من المفترض ان هم كانوا يكونوا افضل من كده مليون مرة لكن انا عارف ان الناس اتعودت على اقتطاع بعض من لا يشاجع على الاهل لكن بيقتطعوا دائما الكلام من سياقه وينشروه هذا للمرة المليون هذا ليس مبرر لللاعبين ولا للجهاز الفني اللي انا شايف مش اللي انا اللي مصر كلها او معظم الناس المحللين للكبار شايفين ان هم كان ممكن يكونوا في الملعب افضل من كده ميت مر والجهاز الفني كان من الممكن ان يتعامل مع المباراة افضل من كده ميت مر ولكن هل ده معناه برضو احنا كجمهور نروح نتبح اللعيبة ونهد المعبد من اوله عمر ما كان ده النادي الاهلي ولا دي ثقافة جمهور النادي الاهلي ومتأكد من هزا الكلام انا متأكد اه زعلالين ومتدايقين ومنمبرح النهاردة في اي حتة انا بامشي فيها الناس تقول لي لقا اتغلبنا وبعدين هيحصل ولا حاجة مش حصل حاجة انا حوري لحضراتكو صورة وحوريكو الفرق ما بين الصورتين 8 سنين او 7 سنين معلش هاتلي الصورتين يا ساميل لو سمعت الصورة اللي فوق دي يا فندم السيد رئيس النادي الاهلي رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بص تعبير الوش فوق وبص تعبير الوش تحت عارف الفرق بين الصورتين دول كم سنة؟ اللي فوق دي كانت من 2018 بعد هزيمة النادي الاهلي وخروجه من دور التمانية في من سانداونز 2018 2019 الصورة اللي تحت دي يا فندم 2021-2022 سيد العمري فاروق نائب رئيس النادي فوق وتحت سيد العمري فاروق نائب رئيس تقريبا تحس ان هي نفس الشكل نفس الصورة نفس الغضب نفس الزعل نفس نظرة هنعمل ايه الفترة اللي جاية؟ او ما تقلقوش من حاجة هل حد شايف اختلاف الصورة؟ والله يا جماعة فارق تقريبا اربع سنين او خمس سنين خلال الخمس سنين اللي بعد الصورة الاولى دي او اللي الاربع سنين اللي بعد الصورة الاولى دي النادي الاهلي وصل لنهاء كاس افريقيا اللي اربع مرات ولا الخمس مرات النادي الاهلي فاس بالدوري تقريبا باستثناء السنة اللي فاتت النادي الاهلي فاز بالكاس في كل موقع استثناء السنة اللي فاتت برونزيتين كاس عالة في الاربع سنين اتنين سوبر افريقي وعد بقى زي ما تعد فانا كنت بس واضح وصريح مع حضرتك وعايز اجيبلك الصورة دي عشان تعرف ان عندك مجلس ادارة لن يسكت عن اي شيء وزي ما تعودنا مع بعض والله يا جماعة الناس بتقول لي اه فرق الصورة مابندي ومابندي هي دي مش صورة واحدة الصورة اللي فوق دي يا جماعة كانت بعد مباراة سانداونز وخروجنا في 2018-2019 الصورة اللي تحت دي كتنبالح اللي فوق ده الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الصورة اللي تحت دي نفس الاثنين تقريبا نفس تعبير الوش هنا وهنا دي بس سرسالة أنا من خلال السورتين دول أنا شفت السورتين دول النهاردة الحقيقة بقيت يعني خدت نفسي خدت نفسي لأن أنا عارف أن أنا عندي مجلس إدارك أهلاوي يعني أنا عارف أن أنا عندي مجلس إدارة قوي وعندي رئيس نادي عارف وشايف وامتابع كل التفاصيل ورد فعله في المرة اللي فاتت يخليني لو هناك رد فعل لأن أنا خلي بالحضرتك أنا ما بتكلمش على موقف رسمي أنا بتكلم على استشعار حاجة أنا باستشعرها لكن أنا لا أتكلم عن مواقف رسمية الموقف الرسمي تم إعلانه مبارح بعد ما كان هناك بعض الأخبار بتقول إن في اجتماع مجلس إدارة طارق علشان كذا وكذا ولكن كان هناك موقف رسمي واضح من النادي الأهلي ببيان رسمي أن لا يوجد اجتماعات طارقة خلال الفترة القادمة ولا أي شيء ولا كذا ولكن هل مش من حق النادي ولجنة الكرة وشركة الكرة وكل من هو مسؤول عن كرة القدم إنه هو إحنا ليه خسرنا بتولة أفريقيا يراجع الموقف يقيم اللي حصل يبص اللي حيحصل الفترة اللي جاية وهو ده ده مش حقنا والناس إن هي تعمل كده ولا مش حقهم ففي وسط هذه المعلومات وأنا قاعد النهاردة من بقرة وبذاكر اللي حيتقال لقيت الصورتين دول الحقيقة أو افتكرت صورة الكابتن فيه بعد سانداونز وفتكرت وشفت صورة الكابتن النبارح فأنا الحقيقة الموضوع بالنسبة لي لا من حق مجلس إدارة النادي الأهلي ومن حق كل من له مسؤولية عن الكرة في النادي الأهلي خلال فترة جاية إنه هو يقعد مع بيتسو موسيماني ويسأله القرارات يعني قرارات اللي قدامي الرسمي دلوقتي إن بيتسو موسيماني عند قدامه سنتين في النادي الأهلي بحد شقدر يقول غير كده خلي بالحضرتك لأنه ده هو النادي الأهلي وده الموقف الرسمي من النادي الأهلي لكن كل اللي أنا بتكلم فيه مع حضرتك ده بس أشعر الأمر